صرحت سفيرة الإكوادور في مريطانيا أن جوليان أسانج الذي لجأ إلى سفارة الأكوادور بلندن منذ خمسة أشهر يعاني من التهاب رئوي حاد قد يتفاقم السفيرة كانت قد أوضحت أن دولة الأكوادور تغطي جميع النفقات الطبية وقالت ما يتعرض له أسانج لديه عواقب خطيرة جداً وهذا بسبب نقص ضوء الشمس وعدم تعرضه للهواء النقي لديه التهاب رئوي مزمن قد يزداد سوان هذا ويشار إلى أن أسانج يقيم في سفارة الأكوادور لتحاشي تلحيله إلى السويد في قضية اغتصاب واعتداء جنسيين وقد منحته الأكوادور حق اللجوء السياسي على الرغم من أن لندن تنوي تنفيذ مذكرة توقيف سويدية صدر بحقه